اشتركوا في القناة محمد توفيق علاوي واحد من السياسيين الذين منفك يكتب على مدار السنوات عن الشباب العراقي طارحا الكثير من الخطط التي تجعله متمكنا معتمدا على نفسه ومنتجا لا وقت لديه للمقاهي او الشكوى عن ضيق ذات اليد خاصة ان العراق مجتمعا اغلبيته من الشباب وجلهم قادرون على العمل اذا سنحت لهم الفرصة او تواثرت لهم الادوات علاوي طالب بتشكيل هيئة عليا للمشاريع الصغيرة والمتوسطة مؤكدا ان هذه الهيئة تتطلب ادارة كفوءة ونزيهة واحساسا بالمسئولية وهو ما يفتقده العراق حاليا ويمكن التغلب على معوقات مثل هذا العمل بالاستعانة بغير العراقيين ممن يمتلكون الخبرة لحين توفر الكادر المطلوب من العراقيين القادرين على المضي بهذه المشروعات ان رسم سياسة اقتصادية متكاملة ووضع خطط تفصيلية للنهوض بالبلد في القطاعات كافة مطلب اخر من الهيئة لتمكين الشباب والاشراف على المشاريع الصغيرة وتأسيسها والطلب من المصرف توفير القروض الميسرة لهم والدعوة لانشاء منظمات مجتمع المدني وعقد دورات حرافية للشباب والشابات وبالذات النساء غير المتعلمات كحياكة السجاد وغيرها وجود الكثير من المنظمات العالمية على مستوى منظمات الامم المتحدة او الاتحاد الاوروبي والحكومات الاوروبية التي تقوم بتوفير منح او قروض ميسرة لمشاريع محددة وتفعيل دور الجهاز المركزي للتقييس والسيطرة النوعية وتوسيع قاعدة المواصفات القياسية العراقية كلها تسهم في فسح المجال لتحقيق طموح الشباب العراقي بحسب الباحث نفسه ودعا علاوي الحكومة للمساعدة في تشكيل منظمات المجتمع المدني القطاعية لتطوير القطاعات المختلفة ووضع الضوابط والانظمة واللوائح والمعايير القطاعية التي من الممكن ان تغطي كل القطاعات ومساحات الاهتمام الشعبي في العراق ففي الدول المتقدمة نجد ان عدد المنظمات يتراوح بين منظمتين الى ثلاث منظمات لكل الف شخص وهناك منظمات تغطي الفعاليات الصحية كمنظمات مكافحة امراض السرطان وتثقيف مرضى السكر لتلافي اثاره الخطيرة والتعامل مع ضغط الدم العالي وغيرها هذه هي افكار الدكتور محمد علاوي لاستثمار طاقات الشباب التي لو طبقت على ارض الواقع وتم اخذها ضمن خطط الحكومة العراقية ستنعكس اثارها على الميزانية الخاصة بالدولة وستسهم بتقليل البطالة بين الشباب نبراس الأمة